معمولو كعك التمر الجزء الثاني ديت كوكيز محضر عجينة المعمول بعد إخراجها من البراد حتى نقوم بحشوها بمعجونة التمر نكور عجينة المعمول لكرات صغيرة نكور معجونة التمر لكرات أصغر سنستخدم قوالب السيليكون للتشكيل نقوم بصنع فجوة داخل كل كرة من العجينة لنحشوها بكرة التمر ثم نعود فنكورها مرة أخرى ثم نقوم برس هذه الكرة داخل القالب السيليكون حتى تأخذ شكل القالب جيدا نترك مساحة صغيرة داخل كل قالب لأن العجينة ستتمدد وتكبر قليلاً يفضل تبريد العجينة المشكلة داخل القالب بالبراد لمدة نصف ساعة قبل الخبز لأن العجينة الباردة تحتفظ بشكل أجمل فلا تتمدد كثيراً في هذه الأثناء سنقوم بتشكيل عجينة التعق نأخذ نصف العجينة ثم نمدها على ورق الخبز نبردها ريثما نمد عجينة التمر نضع قليل من زيت الزيتون على ورقة الخبز ثم نمد التمر فوقها ثم نقصها حتى تتلاءم مع حجم صينية الخبز نقوم بقص العجينة المبردة أيضاً حتى تتلاءم مع حجم صينية الخبز نقلب العجينة داخل الصينية كما ونقلب فوقها أيضاً مع جونة التمر كما في الصورة نأخذ نصف العجينة الآخر لنمدها على ورقة الخبز ثم نعود فنبردها مرة أخرى تذكر دوماً أن العجينة الباردة تتشكل بطريقة أفضل حتى أثناء الخبز نستخدم قطاعات العجينة المغبرة بالطحين نغلف قطعة العجينة بالطحين في كل مرة نطبع فيها العجينة المبردة ثم نرفع القطعة المتشكلة بسكين الزبد الرقيقة نروش سطح صينية الكعك بقليل من حب اليانسون وكذلك الحب السوداء نحضر الفرن مسبقاً حتى يصل لدرجة حرارة 350 فهرنهايت ما يعادل 175 ماوي فهم الفرن يمكننا من الحصول على خبيز جيد نخبز المعمول أو الكعك على درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة 12 دقيقة مع مراقبة الخبز نقوم بوضعها على الرف المتوسط حتى ينضج سطحها ويتحمر دون أن يتلون أسفل القطعة باللون البني إذا كان فرنك لا يقوم بتوزيع الحرارة جيداً قم بتحمير سطحها لمدة دقيقة أو اثنتين لكن تجنب الحرارة المرتفعة أو القريبة نخرج الصينية ونتركها تبرد تماماً قبل قلب المعمول نقوم بقلب المعمول فوق الصينية بخفة بالغة ولن نجد أي معاناة في ذلك فحين تبرد هذه العجينة تنفصل ثقائياً عن قلبها ولكن عليك قلبها بدراية بالغة لأن العجينة هشة جداً وما زالت بحاجة وقت لتتماسك أكثر نرش سطح المعمول بسكر مطحون غير مبيض أو فستق حلبي مطحون سمكة التمر ستأخذ وقت خبز أطول لأن حجمها كبير جاهزة للتقديم مع القهوة العربية هذه الوصفة رائعة حقاً جربها مرة ستطلبها كل مرة تباتي this is a wonderful recipe trust me if you try it once you will do it attempting to provide feedback ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة